السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو من الله الجميع يكون بخير طبعا زي ما انتم متعودين او منتظرين فيديو للظواهر والكوارث اللي بتحصل الفترة الاخيرة لكن اريد خبر يوم ستة تسعة تحديدا الخبر ده مهم جدا ومن اهم الاخبار واهم الفيديوهات اللي عملتها في القناة احنا نشرنا اخبار شبيهة يعني عملنا فيديوهات باخبار شبيهة بالخبر ده لكن المرة دي الخبر واضح وصريح جدا وعايز اقولك ويعني التصريحات دي تصريحات ناسا وتصريحات خبراء في الفلك او في علوم السماء زي ما احنا بنسميها لكن طبعا هم مختلفين تماما معنا في العقيدة وفي تفكيرنا وفي اسلوبنا الغريب في الموضوع ان المرة دي التصريح واضح جدا ويعني انا بقولي الكلام ده مزح يعني كأنهم كانوا بيتابعوا كلامي في القناة ده لدرجة التشابه طبعا انا مش بديها العلم لكن احنا بنقول هي نظرية وانا شايفها كده فالخبر شد انتباهي جدا يعني هم دايما كانوا بيلمحوا مجرد تلميح دايما كانوا بيتكلموا في امور من بعيد وبعدين في الاخر يكذبها لكن الخبر المراضي اللي احنا هنتابعه مع بعض النهاردة عجيب تصريحات لاماكن الرصد تصريحات لشكل الكوكب او النجم لدرجة حرارته لتكوينه امور في منتهى الغرابة ومنتهى العجب اللي هنشوفه مع بعض النهاردة ودايما احنا بنقول كمان الفترة اللي فاتت لو تلاحظوا ان احنا بنتكلم مع بعض وبنقول ان الامر شكله يعني اقترب لكن اقترب امتى الله اعلم انتوا عارفين ان انا يعني ضد تحديد الموعيد حتى كمان ضد الكيفية اللي هيحصل بيها الامر لانه كله في علم الله سبحانه وتعالى واللي وصلنا من الاثر الصحيح اللي نقدر نفهمه انه هيكون سبب في آية الدخان لكن ازاي محدش يعرف علشان ما نطولش لان فعلا الموضوع بالنسبة لي او الحلقة دي مهمة جدا لكل الناس اللي هي متابعانة ومصدقين الناس اللي متابعانة وعندها يعني بعض الشكوك في الموضوع حتى احنا اثبتناه بالدين والدين اهم عندنا من العلم يعني هو الدين هو اساس العلم اصلا وبالنسبة كمان للناس اللي مكذبة الموضوع تماما وللفئة الرابعة اللي هي مكذبة الموضوع وكمان يعني بتكذب اي حاجة جاية من الدين وبتعتبرها ان هي يعني امور قديمة خلاص ما ناخدش بيها في العلم الحديث وبيعتمد على كلام ناسا وان هما ما بيجذبوش وكل كلامهم صح طبعا اللي امتابعني من زمان او شايف فيديوهاتي قبل كده عارف ان انا ما بكذبش ناسا بالكامل اه وما بصدقهمش اه بنسبة كبيرة لكن اصدقهم بنسبة قليلة جدا والنسبة دي هي اللي توافق الدين وهم ما يقدروش ينكروها يعني امور اه ظهرة للعيان للجميع فما يقدروش ينكروها فلازم يدخلوا او يعني يدسونا السم ايه في العسل هو عارف الحقيقة فين لكن بيحط السم بتاعه اللي نسبته كترت جدا وزادت جدا لما لقوا ان الامور والكل بقى بيصدق اي حاجة بتتقلق طلامة جاية من ناسا او الدين الجديد او النظام الجديد اه النظام العلماني الالحادي اللي هو يعني اي حاجة تيجي من اه ارباب العلم العلماني الحديث لازم نصدقها من غير ما نفكر فيها المهم ندخل على الخبر علشان اه طولنا فعلا في المقدمة لكن كان لازم نقولها اه الخبر كان بتاريخ اه تسعة اه ستة تسعة الفين واحد وعشرين من يومين تقريبا اه بيقول اه اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية شديد الحرارة طبعا مسمى المجموعة الشمسية ده عندهم مش عندنا احنا احنا خلاف الكلام ده كله لكن مجازا يعني هنوافق بكلامه اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية شديد الحرارة شديد الحرارة الكلام ده انا اكررته كتير قبل كده وباضعاف حجم كوكب المشتري نكمل بقية الخبر اكتشف فريق دولي من علماء الفلك كوكبا جديدا خارج المجموعة الشمسية شديد الحرارة كوكب جديد يعني ده كوكب مش اه مذنب او اه كواكب ده كوكب جديد خارج المجموعة الشمسية شديد الحرارة باستخدام القمر الصناعي العابر لاستطلاع الكواكب الخارجية التابع لناسا يعني المراضي التصريح جاي من ناسا رأسا مش مجموعة هواء او مجموعة مستكشفين اللي احنا بنعترف بهم يمكن اكتر من يعني علماء ناسا والعالم الفضائي المكتشف حديثا هي تقريبا دي غلطة في الكتابة العالم الفضائي ده اكيد غلطة المهم المكتشف حديثا اكبر بمرتين تقريبا من كوكب المشتري وله مدار منحرف نركز في الكلام ده اللي احنا برضو كنا بنقوله مع بعض وله مدار منحرف قلنا ان مداره دايما منحرف يعني اه مش مدار سابت ولا سرعة سابتة لانه هو اية من ايات الله سبحانه وتعالى العظيمة اللي هتكون بداية ايات اخر الزمان واحداث اخر الزمان وبداية لعلامة كبرى من علامات القيامة والله اعلم ونشر العلماء تفاصيل هذا الاكتشاف في ورقة بحثية نشرت في خمسة وعشرين اغسطس في اي ار اكس اي في ويتشابه ما يسمى بكواكب المشتري الساخنة في خصائصها مع اكبر كوكب في النظام الشمسي ولكن لها فترات مدارية تقل عن عشرة ايام وتتمتع هذه الكواكب الخارجية بدرجات حرارة سطحية عالية لانها تدور حول نجومها الام عن كثب يعني ده شرح اه مفصل لنوعية الكواكب دي لكن اه ده الكوكب المكتشف الوحيد منهم وبعدين بيقول ابلغت مجموعة من علماء الفلك بقيادة سامويل اتش سي كابوت في اه جمعة بيل عن اكتشاف كوكب خارجي جديد من هذا النوع والذي تبين ان درجة حرارة سطحه عالية جدا نركز في كل الكلام اللي هما بيقولوه اه اللي ذكرناه قبل كده في الفيديوهات واللي عايز يرجع لفيديوهات القناة موجودة وبتواريخها واثناء مراقبة النجم الساطع المعين تي او اي خمستاشر تمنتاشر باستخدام تي اي اس اس وقع تحديد اشارة عبور في منحنة ضوء لهذا الكائن وتم تأكيد الطبيعة الكوكبية لهذه الاشارة من خلال متابعة الملاحظات عالية الدقة باستخدام مقياس الطيف اكسبريس في تلسكوب لويل ديسكوفري وكتب علماء الفلك في الورقة البحثية نقدم اكتشاف تي او اي خمستاشر تمنتاشر بي كوكب المشتري شديد الحرارة يدور حول نجم لامع ووقع تأكيد الكوكب العابر باستخدام اطياف ارسال بصرية عالية الدقة من اكسبريس وبعدين يكمل في مواصفاته بيقول وبلغ نصف قطر تي او اي خمستاشر بي نحو واحد فصلة 875 نصف قطر كوكب المشتري في حين ان كتلته غير مؤكدة يعني دي مجرد استكشافات وتشير التقديرات الى انها لا تتجاوز اتنين وثلاثة من كتلة المشتري يعني الكوكب ضخم جدا وبعدين بيقول في بقية الخبر وستضع مراقبة السرعة الشعاعية المستقبلية لهذا النظام مزيدا من التفاصيل حول كتلته يعني لسه في محاولات في اكتشاف كتلة هذا الكوكب وبعدين بيتكلم عن مراقبة السرعة الشعاعية المستقبلية للكوكب وامور يعني مش 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 مهمة ان احنا نتكلم فيها وبعدين يتكلم في موضوع المراقبة السرعة الشعاعية المستقبلية للنظام او الكوكب لكن اللي همنا كمالة الخبر بيقول ووجدت الدراسة ان له درجة حرارة توازن تبلغ 2492 كيلفن ودرجة حرارة سطوع مقيصة على مدار اليوم تبلغ 3237 كيلفن ما يشير الى انه قد يظهر انعكاسا حراريا يعني له تأثير حراري وده اللي ذكرناه اكتر من مرة حجمه قوته الحرارية كل ما بيقترب بيأثر على الارض فاكرين كلنا طبعا الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها بسرعة وبدون تفصيل عن الامر ده يمكن انا اتكلمت فيها كتير لكن فيه تقريبا فيديو يعني ممكن لو رجعنا خمس ست فيديوهات وقلت يعني هبسط الموضوع ان كتلة حديدية بتقترب من يعني حاجز او من يعني درع بيحمي الارض منها لكن كل ما تقترب كل ما بتضع في الدرع ده وبتأثر عليه ده الكلام اللي احنا بنقرأه النهاردة من علماء ناسا ناسا وبيكمل الخبر بيقول ومع ذلك هناك حاجة الى مزيد من الملاحظات الطيفية لهذا الكوكب خارج المجموعة الشمسية لتأكيد ذلك ووفقا للورقة البحثية يمتلك الكوكب مدارا شديد الانحراف نحو 240.34 درجة ده برضو ذكرناه اكتر من مرة انه يقترب يبتعد يغير مصاره شديد الانحراف زي ما هم حاليا بيقوله طبعا يعني الكلام ده بنقرنه ليه بكلامنا علشان نسبة للناس اللي كان عندها شك زي ما قلنا في الاول او الناس اللي بتكذب يعني قدامكم علماء فلك كبار يعني درسين وفناسا والموضوع يعني احنا بنسبة لهم ولا حاجة او انا بنسبة لهم ولا حاجة ولكن الكلام اللي احنا بنقوله وانا ما بقولش كلام من الهوى اللي ارجعوا للفيديوهات وهتشوفوا النظرات اللي بنناها في كلامنا بالنص بيقولوها دلوقتي وده بفضل الله سبحانه وتعالى مش تسكين نفسي ولا حاجة وفي كمالة الخبر بيقول وفي محاولة لتفسير هذا الاكتشاف لاحظ علماء الفلك ان عمالقة الغاز المتقاربة بشكل عام حول النجوم الساخنة تكون منحرفة وهذا الناجم تي او اي 15-18 بي له درجة حرارة فعالة تبلغ نحو 7300 كيلفن وهو اكبر بنحو مرتين من الشمس وتقدر كتلته بمستوى 1.79 كتلة شمسية تخيل ان درجة حرارته تقريبا مرتين درجة حرارة الشمس وبعدين يختم الخبر ويقول واكتشفت الدراسة ايضا وجود الحديد في الغلاف الجوي لهذا الكوكب وجود الحديد في الغلاف الجوي بتاعه واجرى الفريق تحليلا للارتباط المتبادل في الغلاف الجوي ووجدوا الحديد المحايد واكدوا انه حتى الان لم يكن هناك سوى عدد قليل من الاكتشافات السابقة للحديد في كواكب المشتري شديدة الحرارة وكمان نركز موضوع المشتري او المدار بتاعه اللي برضو تكلمنا فيه قبل كده واللي البعض برضو اتكلم فيه المدار ده علشان كده كان مهم جدا جدا خبر النهاردة علشان يثبت كلامنا اللي احنا يعني بفضل الله مؤمنين بيه ومش محتاجين ان هما يثبتوا لنا الكلام ده لكن انا تعجبت فعلا وكان لازم اعمل فيديو لانه الخبر الوحيد للصريح اللي فيه كل تفاصيل الكلام اللي يعني انا كنت بقوله في الفيديوهات معاكم من سنين لكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ودائما انا قلت يا جماعة اللي هيتكلم في اي علم من العلوم سواء هو باحث وملم في الامر ده او لسه بيتعلم او بقاله فترة بيجتهد في الامور دي لو لجأ للدين في البداية ولكتاب الله وللسنة الصحيحة واللي اثار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الصحيحة كلامه علميا هيبقى صح لان العلم بداية العلم من العليم الخبير خالق هذا الكون تمشي بعيد عنه يبقى لازم تتخبط ونظرية مرة صح ومرة غلط وممكن يكون في بعض الخداع زي ما هم خدعين الناس في حاجات كتير لكن لما تبقى بتتخذ كل ابحاثك من الدين وتعرض العلم اللي عندك والنظريات اللي عندك الى الدين توصل لنتيجة سليمة سواء على المدى السريع او على المدى البعيد فزي ما شفنا مع بعض يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الكلام اكتشف واحنا بنقول ان هو بيقترب وكل اللي بيحصل في العالم لهو احتباس حراري ولا كلام اللي هم بيقولوا لان برضو هنكرر وهنعمل حلقة مهمة جدا وهنقول ليه هم مركزين على موضوع الاحتباس الحراري لكن الامر مرتبط بالنظام العالمي الجديد والماسونية والكلام اللي هنتكلم فيه ان شاء الله بتوضيح بكده يبقى فيديو اليوم انتهى على خير بفضل الله سبحانه وتعالى لا ننسى الوصية الدائمة بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة